اكتوبر 2022 والاكات موفز الونج استريت لاين فرم بوينت اي بوينت بي ان ذيرن ترن اس باكتو بوينت سي يعني من البيل السي الشون ان ده فجر the distance between a and c is 5 متر and between الانتاير موشن تكلم على الانتاير موشن مش اي ترب فيه find the average speed for the entire trip and find the average velocity for the entire trip. يبقى عندنا لجطوتنا الحلوة. مشيت او تدلعت هي تدلع وتتمشى واحنا نحسب. من الاي للبي. من الاي للسي 5 متر. من البي للسي او من السي للبي 10 متر. يبقى هي مشيت من الاي للبي مسافة على بعضها 15 متر. وبعدين ردت من البي للسي. وكل الرحلة على بعضها اخدت او استعرقت 15 متر. طيب عايزين نحسب. هي مش عايزة تحسب. احنا اللي عايزين نحسب. ايش دخلنا اصلا في حركتها وده لا لا الا ان يتتمشى واحنا نتوهج. سيجمة ديستانسيس. على سيجمة تايم. صاحبتنا مشيت مسافة دي وان ودي تو. لما نتعامل مع الابراجز بيت نتعامل مع ديستانسيس. مفيش لا بوزيتيب ولا نيجاتيب. على سيجمة. التايم. الدستانس الاولى. 50 متر. ورد 10 متر. تقسيم. التوتال تايم سيجمة. يبقى 25. تقسيم 15. 1.6. 7 متر. فتنادي على الجطوة ولا ترى. الابراجز بيت. يا جطوتنا الجميلة. بتاعتك 1.6.7. لو قلت لك شكر الله لا استنى نعرفك كمان الابراج. في ابراج. او بار او الاتنين. سيجمة الدس بليسمينس. تقسيم سيجمة. التايم. اكس ون بلاس اكس تول يفرق بين الدس بليسمينس والديستانسيس. الاشارات. لو تحركت يمين يبقى بوزيتيب. يا صوت. يبقى نيجاتيب. طبعا هي ما بيفرقش معها اليمين واليسار. احنا بس نيفرق معها. فنيجاتيب ففتين لان اتحركت من الالبي ليفت. ورد ترايت تيم متر. تقسيم ففتين. يبقى نيجاتيب فايف. تقسيم ففتين. الناتج نيجاتيب بوينت ثري ثري متر. واتفقنا. ان الافريج سبيد لابد تطلع بوزيتيب. لا تطلع على زيرو ولا نيجاتيب. دايما بوزيتيب. اما الافريج بوزيتيب ممكن تطلع بوزيتيب. لو الازاحة جهة اليمين اكثر او اكبر من ازاحة جهة اليسار. تطلع زيرو لو ازاحة الريت اكوالز ازاحة الليفت. ازاحة وتطلع نيجاتيب. زي حالتنا. ان ازاحة الليفت اكبر من ازاحة الريت. طبعا معلومات جدا قيمة للجطوة لازم تقولها عليه. بروبلم تو من فرست اكزام اكتوبر ٢٠٠٢. قول اروك الثرون فيرتكالي ابورد فروم ذروف اف اثيرت سيكس ميتر طول بلدن. عند بوينت اي. على الرسل. قول ود ان انشيال سبيد اف تولف ميتر برسكند. اداني ان الروك ثرون يعني موجود عندنا في نوت غير دروبت وغير ريليزد. ابورد يعني الفينوت بوزيتب. ٣٦ ميتر ده ارتفاع المبنى ده لو نزلنا لغاية الجراوند. انشيال سبيد الفينوت ب ١١ ميتر برسكند. وطالب. فاند الا وقت يقص تقلل فريتش. ماكسمام هايت يعني الفينه بزيرو. لما ييقول لي ماكسمام هايت يعني سرعت عدمت خلاص. فاند الا افيليس اوف يعني ممكن تكون ممكن تكون حسب هي صعدة ولا نزلة لكي تيم ميتر ابوف جراوند تيم ميتر هنا. طب نكتب معلومات اللي عندنا. الفي نوت تولف ميتر بير ساكن وبوزيتيب لانها ابورد. الاكسلاريشن دايما في الفري فولنج نيجاتيب ناين بوينت ايت ميتر بير ساكند سكوير. طالب الطايم عند البي يعني الفاينل بزيرو. وطالب الفيلوستي عند سي. يعني دي واي نقدر نحسبها. كل المبنى ثيرت سكس ميتر. وفي تيم ميتر من الارض يبقى الباقي تونت سكس ميتر. هينزلهم. يعني الدي واي هتكون نيجاتيب. نحط القوانين قدامنا ونختار اللي يناسبنا. بحيث نجيب المطلوب مباشرة. طالب الطايم للوصول لاقصى ارتفاع. فالبارت ايه? هقول اني احنا عايزين طايم وعندنا انشيال فيلوستي وعندنا اكسلاريشن. وفاينل فيلوستي. مش مطلوب الدي واي. مش مطلوب اقصى ارتفاع. نبعد عن كل القوانين اللي فيها دي واي. نبعد عن الثاني والثالث والرابع. الاول ما فيوش دي واي نستخدمه جميل وهيدينا المطلوب مباشرة. الفاينل فيلوستي بلوستي بلوستي بلوس اي في تي. الفاينل فيلوستي زيرو. اتماكسام هايد. الانشيال بتولف. الاي بنيجاتيب نايم بوينت ايت. في تي اذا. نايم بوينت ايت تي. بتاها. اقسم الانشيال على 9.8. اذا. الانشيال. في البارت بي طالب. الفاينل فيلوستي. وهو نازل يعني هتكون نيجاتيب. احنا عايزين الفاينل فيلوستي. نبدأ من الاول. عندنا الانشيال. وعندنا الانشيال. وعندنا الدي واي اللي هي نيجاتيب توينت سيكس. وعايزين الفاينل فيلوستي. مش طالب طايم. ابعد عن كل القوين اللي فيها طايم. ابعد عن الاول. والثالث والرابع. يصفلنا الثاني. نقول اني في سكوير. احنا عايزين في. في نوت سكوير بلاس تو اي دي واي. مطلوبة الفاينل فيلوستي. الفي نوت بتولف سكوير بلاس تو نيجاتيب نايم بوينت ايت. في نيجاتيب بوينت سكس. متر بير سكت. احنا عايزين الفي نيجاتيب مش سبيل. اذا الفي ايكون نيجاتيب توينتي. فيف بوينت سكس. ميتر بير سكت. ليه اختارت النيجاتيب مش البوزيتب؟ لانه نازل. لو كان ساعة كنت اخترت البوزيتب. أكتوبر 2022 نخد بالنا إنه عندنا 2A مش A plus B تجد المجنوعة من أكتوبر C و تجد المجنوعة من أكتوبر C مع ربما إلى أكتوبر X أكسس كالعادل سؤال سيستماتيك سنكتب الحل اللي نحن مغمضين تقريبا AX equals AY equals BX equals BY equals نفس الخطوات كل مرة CX equals 2AX plus BX والCY equals 2AY plus BY إذن C equals كمجنيتود سكوير روت لCX سكوير plus CY سكوير equals ثم الثيتا حسب الربع الموجودة فيها هنشوف دلوقتي أي ربع عندنا A ب6 وموجود في السكند كوادرانت يبقى X كومبوننت بنيجاتف نحط 6 والY كومبوننت بوزيتف 6 البوزيتف ما بتفرقش ولكن بحطها عشان أأكد المعلومة الثيتا مذكورة مع الواي يبقى الكوسين مع الواي ويبقى X هو اللي صاين البوزيتف 4 units موجودة في الربع الرابع يبقى بوزيتف مع نيجاتف يبقى بوزيتف 4 ونيجاتف 4 الزاوية مع محور الواي يبقى كوسين مع الواي وسين مع الكس دايما الكوسين مع المحور اللي معروف زاويته يلا نحسب بالآلة 6 سين سكستي بنيجاتف 5.2 ويونتس مش هكتب حاجة أو تكتب يونتس مش مشكلة 6 كوسين سكستي كوسين سكستي بهاب يبقى بلاس 3 4 ساين 30 ساين 30 بهاب يبقى بلاس 2 نيجاتف 4 كوسين 30 يبقى نيجاتف 3 0.46 حط جنبها كلها يونتس ما فيش مشكلة أو ما تحطش يعني سلو ما مش مدينا واحدة ممكن ما تكتبش بس لو عندك وقت دلع شوية مش هتخسر حاجة طيب يلا نطبق المعادلة نقول 2 تايمز نيجاتف 5.2 وبعدين بلاس 2 اكولز نيجاتف 8.4 ويونتس هنكتبها بعد شوية باللون الاحمر طيب السي واي يبقى 2 تايمز 3 سيكس 3.46 جواب 2.54 انا بحط البلاس مع انها ملهاش لازمة بس عشان ايه تقول لا هي ما تشكش ده نيجاتف لا بأكد على المعلومة هربع البوث كومبوننس واخد الجذر التربيعي للناتج اداني 8.758.78 8.78 وهكتب يونتس يبقى ده المجنيتيوت حسبناه الثيت عندنا نيجاتف مع بوزيتف نيجاتف مع بوزيتف يبقى ده الريزالتانت اللي هو سي زاويته مع البوزيتف اكس اكسز وطالما في السكند كوادرانت يبقى معدت 180 مينس تان انفرس للسي واي تقسيم السي اكس بدون اشارات ما تحطش النيجاتف اللي مع العلقيت بوينت فور يبقى الهندرد ايتي نيجاتف شفت تان اسمعني وانا بقول 2.54 تقسيم 8.4 ما قلتش نيجاتف 8.4 163.2 163 كافي ياريت كل اسئلة الاكزام زي كده problem 4 من فرست اكزام اكتوبر 2022 والا 1200 كيلو جرام سيارة اكتوبر 2022 سيارة اكتوبر 2022 مديني الفي نوت. نحولها الميتر برساكند. نقسمها على ثري بون سيكس. وعندنا الديستنس. وعندنا الفي فاينال. بزير ونتوقف. وعندنا ثري ومطلوب الاكسريريشن. مش مطلوب الطاين. ما جابش سيرته. لا الدهوني ولا طلبه. نحط القوانين قدامنا ونشوف ايه القانون اللي ينفعنا. عندنا الفي نوت. وعندنا الفاينال بزيرو. وعندنا الدي اكس. والمطلوب الايه? ما فيش طاين. نشوف القانون ما فيوش طاين. مين? القانون الثاني. ما فيوش اي طاين. ما فيوش ذكر للطاين. اذا نستخدمه. ننقل. القانون للشيت نقول ان في سكوير بيساوي الفي نوت سكوير بلاس تو اي دي اكس. الفاينال فيلوستي توقف كومبليت الستوب. الانشيال فيلوستي وان هندرد توينتي. تقسيم تري بون سكس عشان تبقى بالميتر برسكن. بلاس تو الايه مطلوبة? الدي اكس سكستي فايف ميتر. اذا. نحسب وان هندرد توين تقسيم تري بون سكس. ونربع. اداني اربع وحايد بوينت وان ون. نقسمها على وان هندرد ثارتي. اداني الاكسلاريشن. نيجاتيف ايت بوينت فايف. فايف. ميتر بير سكند سكوير. طيب عندنا دلوقتي. كلمة مجنيوتوت لأ مفيش مجنيوت. بس يبقى قيمتها. بايت بوينت فايف فايف. ونيجاتيف يعني تدل ان هي عكس الحركة. الحركة كانت مثلا يميني يبقى الاكسلاريشن يسار. نقول ديسلاريشن. فهنده نيت فورس نيت تو برينج دا كارد توقع كومبليت ستوب. يبقى عايزين قوة البريك. السيارة. بلاش نرسم صندوق نرسم سيارة احسن. ما عرفش بترسم ازاي بس يعني ايه? ما حدش يعيب. اللي يعيب يرسم. السيارة ماشية لقدام. ولكن الاكسلاريشن الجهة الاخرى. يبقى دي الاكسلاريشن بنيجاتيف ايت بوينت فايف فايف ميتر بير ساكند سكوير. معنا كده ان هي مع البريك. البريك اللي هو الف ار. حده اللي يهمنا يهمناش حاجات اخرى. طبعا في وزن وفي نورمال فورس بس ما يفرقش معنا. سيجما الفورس في اتجاه الاكس يساوي الام في الاكس. واقول ده الاتجاه اللي هيكون بالنسبة لي. فالف ار اكوالز الام اللي هي وان ساوزن تو هندرد. كيلو جرام. واحط بقى القيمة اللي هي ايت بوينت فايف فايف. خلاص احنا عارفنا ان النيجاتيف يعني هي في اتجاه عكس الحركة. اذا. اضرب يديني القيمة تين تاوزن تو هندرد ففتي سكس نيوتن. طب اقول ايه? اقول اوبوزيت. تو ديريكشن. اوف. موش. اوف كار موشن. مره. الكلام ده لو كان مطلوب يعني هو طالب. نيت فورس. يعني مفروض يعني يكتب المجنيتيوت علشان الطالب ما يتحيرش. ولكن حط معاها ان هي عكس اتجاه الحركة. او تكتب نيجاتيف تين خلاص يفهم ان هو عكس اتجاه الحركة. ولكن نكتب كل حاجة. يعني كده اوضح المجنيتيوت كتبناه. وكتبنا ان اتجاه عكس الحركة كده هيكون الاجابة الشاملة. اوضح المجنيتيوتن. اوضح المجنيتيوتن اكتوبر 2022. بس قبل مقطع ممكن نجيب الاكسلاريشن لان لما ادرس اي بلوك لازم يكون عند الاكسلاريشن عشان اجيب التنشي. فندرس السيستم ازا هول. نجيب الاكسلاريشن. او السجمال اف اكس. اكولز ام في الاي طبعا اكس. ناخد البوزيتف اكس اكس. از بوزيتف. عندنا اف تتحلل مع كوسين ثيرتي. النزاوة معروفة مع محور الاكس. ما فيش اي فريكشن. للي ما فيش غيرها اكولز ام وان. بلس ام تو. في الاكسلاريشن. اذا. الفورس قيمتها فورتي نيوتن. مع كوسين ثيرتي. اكولز التو ماسس فور مع فايف يبقى نين. ايه? نقسم اللي هو فورتي كوسين ثيرتي. تقسيم نين. اداني اكسلاريشن ثري بوينت ايت فايف. ميتر بير سكند سكوير. هل هي دي مطلوبة? لا مش مطلوبة. ولكن نقطع علشان. نجيب التنشن. واسهل ندرس. ام تو. عليه بس تنشن فقط تنشن. فيش غيره. يبقى هول ان سجمال اف. اتجاه الاكس. هيساوي. ام تو في الايه. طبعا عندنا ويت وعندنا رد فعل ان. ولكن مش مطلوبين. عايز تحطوهم حطوهم. يعني حط هنا. ام تو جي وهنا ان. عشان رسمنا. نفس الشيء طبعا. السؤال اللي هو في ام وان او الشكل في ام وان وام تو. ممكن احط. الام وان جي مع الان وان ام تو جي. بس مش مطلوب ده كله. ما عندناش فريكشن فما فيش داع ان احنا نلتفت له. التي اكوالز. ده المطلوب ام تو. في الاكسلاريشن. عندنا اكسلاريشن جهة. اليمين حسبناه. نعوض اذا التي. او طالب التنشن. ام تو اللي هي تقريبا. فايف. تايمز ثري بوينت ايت فايف. يبقى هضرب الاكسلاريشن اللي حسبتها من شوية تايمز فايف. اداني ناينتين. بوينت تو. فايف. ميوتين. وده البارت ايه? البارت بي. بيقول فين ناينت فورس اكتنج اون ام تو. نفس الشي. ما فيش حاجة تختلف. لاني الام تو ما عليهاش غير. التنشن فقط. او السيجمل اف. اكوالز ام اي. وبغض النظر حتى لو عليها اكثر من فورس او الاف نت. اكوالز ام تو اي. حسبناه من شوية ناينتين. حتى لو كان عليها فريكشن ملتفتش للفريكشن ولا الفورس ولا التنشن ولا اي شي. اقول اف نت وبس. هو طلب النت فورس. معنى كده كل الفورس لو طلب النت فورس على الام وان ما قولش اف كوسين ثيرتي ماينس تي لا اقول اف نت يساوي ام وان في الايه. فلو كان طلبة على الام وان بفرد يعني. اقول الاف نت بيساوي الام وان تلع لان وهي اف نت واث. اف نتو خلص. أولي 6 من فرس اكتوبر 2022. اكتوبر سيجنة وانة 55 كلو جرام من قبل مستجول على ماكوالك. سيجانة في اقوال يدفش اقوال عنوان صوارة واكتوار مع اقوالك باكوالك اعجاب 1.2 متر برسان. سكويل. ولواتي اللا رايدنج. ان ذا سكيل ان كيلو جرام. دا البارت ايه? ستارتنج فروم ريست يعني الفينوت اقوال زيرو. الى جراوند فلور. هاو لونج? يسألني عن الطايم. اتويل تيك فور دياليفاتور تمووو ففتي متر افوردس. بنرسم الشخص. اللي ما عجبوش يوزن نفسه الا داخل الاليفاتور. داقت الدنيا كلها عليه? الا الاليفاتور عشان اعملو لنا سؤال. على عندنا ان لو رد فعل الميزان على صاحبنا. وعندنا ام جي. ودي الام. والاكسلاريشن افوردس. وقيمتها. وان بوينت تو ميتر بير سكند سكوير. احنا عايزين قراءة الميزان اللي هي ام جي. يعني دي هتساوي. ام جي. طب ايه الفرق بينها وبين اللي تحت? نقول ام داش. لان دي قراءة ابراند ماس يعني. كتلة غير حقيقية. كتلة ظاهرية. طبعا هو طالع يبقى اكثر من الام الحقيقية. هو النازل يبقى قل من ام الحقيقية. هطلع اكيد اكثر من الففتي فايف. نكتب معادلة الحركة. يعني وتن سكند لو. وهنكتشف دلوقتي القيمة. تطلع كم? سجمال اف واي اكوالز الام في الاي. ونحط الاتجاه. البوزيتب واي اكسز. هو الموجب. لاني الاي الفوء. الام داش جي. اللي هي الكتلة الظاهرية. اللي هي قراءة الميزان المطلوبة. مينس الام جي الحقيقية. اكوالز الام الحقيقية في الاي. يبقى الان مع ام ظاهرية. اما الام جي اللي هو الويت لتحت حقيقي. والام اللي هي مع الاكسليريشن في الطرف الايمن الحقيقية. المجهول عندنا هو الام داش. يبقى اقول نايم بوينت ايت ام داش اكوالز. نايم بوينت ايت. او نكتب الام الاول اللي هي ففتي فايف. في نايم بوينت ايت. بلس اناثر ففتي فايف بوينت ايت بلس وان بوينت اتو. اذا الام داش اكوالز. هحسب الطرف الايمن هو ففتي فايف تايمز. نايم بوينت ايت بلس وان بوينت اتو. واقسم على نايم بوينت ايت. طلع الوزن الظاهري. سكستي وان بوينت سيفن سري كيلو وزي ما احنا شايفين اكبر من الاكتشوال ماس. لابد يكون كده. طالما طالع باكسلاريشن ابورز او نازل وباكسلاريشن يعني سرعته بتقل. وباكسلاريشن لفوق. يكون الابيراند ماس او الابيراند ويت اكبر من الاكتشوال ماس او الاكتشوال ويت. طب خلصنا اه شابتر فور اللي هو نيوتن زي ساكندلو. عايزين سؤال خاص بشابتر تو مباشر جدا. بيقول لي امتى? how long will it take? for the elevator. عايزين نحركوا خمسين متر. نكتب القوانين قدامنا. اللي هي موضة في الشيط. مش محتاج تحفظ حاجة. احنا عايزين time. يبقى اكيد القانون الثاني مانفعناش. وعندنا دي واي. لات مستخدمها. يبقى قانون الاول ما نفعناش. يبقى اما الثالث او الرابع. الرابع فيه. مش محتاجها. ولا طلبها. ولا الدهاني. يبقى بعد عنه. ما فيش عندي الا القانون الثالث. ننقله للشيط. اقول ان دي اكس اكوالز. في نوت تي. تي احنا عايزينها. بلس هاف اي تي سكوير. هنتحرك خمسين او نقول فيفتي ميتر نتاكد. فيفتي ميتر. الفي نوت بدأ من الرسط. هاف الاكسلاريشن. وان بوينتتوه الدهاني. تي سكوير. ما احلى السؤال صراحة. فيفتي اكوالز بوينت سكس تي سكوير. اذا التي اكوالز. هقسم فيفتي تقسيم بوينت سكس. واخد الجذر التربيعي للانصر. طلع الجواب نايم بوينت وان ثري. ما حدش بايقولي ناخد تي تي سكويري ناخد بوينت وان ثري. لا التربيعي ما فيفتي غير 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 بعض في اي سؤال نرفض او نعمل للنجاتف تايم وناخد فقط البوزيتيف لكن لو كان فيه two values of positive times نشوف ربما يكون تايم اثناء الصعود تايم اثناء النزول نفكر احنا ناخد انه واحد ولكن positive ونجاتف جاية من تي سكوير لا ارفض النجاتف على طول واختار البوزيتيف value. problem seven من first exam اكتوبر 2022. will two blocks with masses ma equals 15 kg and the mb ما قالش عليها are connected through a frictionless and massless pulley by a lightweight cord. a force of magnitude 88.2 newton is applied on ma as shown. for mass ma فقط ma. نرسمه ونرجع للسؤال. قادي ال ma. نحط عليه كل القوة. في wait لتحت ma g ورد فعل. من surface على البلوك. n. في ابلايت فورس اف. وفي تنشن العكس تي. في البارت بي. will find the value of mb. اللي هي المجولة ما قالش عليها. so that the system remains at risk. او يقول لي. or constant speed. الاثنين نفس المعنى مفيش اكسلراش. يعني signal forces على system as a whole هتكون. بزيرو. هكتب. ان signal force equals. ام اي. for all system. يعني هيدرس السيسم كله. as one unit. ايه الفورس اللي عندنا? عندنا. mb. g. وفورس. مفيش فريكشن. يبقى ممكن نقول ان ال mb. g. عكسها ال f equals. ال m a. plus mb. فاكسلراشن. ولكن الاكسلراشن بزيرو. ليه اللي نقال لي constant speed. لا ما عليش constant speed. قال لي at risk. نفس الشيء. اذا. ال mb في ال g equals. ال f. اذا. nine point eight. mb equals. ال f اللي هي. 88.2. واضح مضبط للارقام بحيث. يطلع رقم صحيح تقريبا كده. اذا. mb اكوالز هقسم بالالة. ايتي ايت بوينت تو تقسيم ناين بوينت ايد. بالزبط ناين كيلو جرام.